في مثل هذا اليوم منذ أربع سنوات هتفت حناجر أهل قفصة بشعارات تطالب بن علي بالرحيل شأنهم شأن باقي التونسيين فكان ذلك سنوات مرت ومزال أهل الجهة ينتظرونه ببريح التغيير الجذري هذه مهار الثورة هي تتحقق بالوقت وبسنين وبجهد كبير يشارك فيه الإعلام ويشارك فيه المستوى الثقافي ويشارك فيه المستوى الإعلامي يشارك فيه الدولة ويشارك فيه المجتمع المدني يجمع المراقبون على أن جل المناطق الداخلية التي ثارت على النظام السابق والتي طلبت بالتنمية لا زالت ترفع نفس الشعارات إلى اليوم مع بروز شواغل أخرى أهمها الإرهاب اليوم الغول الأكبر للتونسيين بعد الإرهاب بطبيعة الحال هو غلاء الأسعار وتدهور المقدر الشرائية الغول هو غياب الدولة في المرافق الأساسية بنسبة لحاضر المنجمي كما قبل الثورة كما بعد الثورة ما ثماش حتى شيء يذكر من العهد الفرنسي منذ خروج فرنسا ما ثماش حتى حاجة جديدة في البلاد لبنية تحتية حتى دي جاء حبوا يعملون كيسات يصلحون البنية تحتية خدموا ثلاثة أربع يام وقصوا على المشروع وما نعرف شو السبب تشغيل نسبة صغيرة في شركة البيئة والغراسات نسبة صغيرة في شركة السعادة قفصة في انتظار أن تجد المطالب المرفوعة منذ أربع سنوات طريقها إلى التنفيذ يؤكد أبناء قفصة أن حراكهم في سبيل ذلك لن يتوقف إذ لا سبيل للعودة إلى الوراء كما يقولون موسيقى